مسجد ومدرسة أم السلطان شعبان اتبنت في العصر الماملوكي سنة 770 هجرية موجودة بشارع باب الوزير في القاهرة السلطان شعبان هو السلطان الـ 22 من ملوك الترك بالديارة المصرية جلس على عرش مصر بعد خلع ابن عمه الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر ابن النصر محمد بعد استقرار الأمور لسلطان شعبان شرع في بناء المسجد والمدرسة واللي تسمت باسم أمه خند بركة اللي كانت امرأة دات حسن وجمال وعقل ورأي سديد